هو يقول أنه بحسب بحثه هابيل وقابيل هما من أسماء الجن والسحر وما شابه فكيف تطلقون هذين الاسمين على ابني آدم عليه السلام أولا نقول لا منافات هنا أيضا فحتى على فرض ثبوت أن هذين الاسمين من أسماء الجن فإن الثقلين الإنس والجن كلاهما لطالما سموا أفرادهما بالأسماء القديمة يعني أي شيء يمنع أن يكون لدى آدم عليه السلام قابيل وهابيل وشيث أو شيث وأسماء أخرى والجن جاءوا وسموا بعض أبنائهم بهذه الأسماء هذا ليس ممتنعا عقلا إلى اليوم نحن نجد أنه البشر مثلا يسمون أبنائهم بأسماء ذوات تختلف عن جنسهم إحنا ما عندنا واحد إنسان واحد اسمه جبرائيل موجود أو ليش يسمينا جبرائيل وليس ملكا من الملائكة أي السغير هذا يخليها موضوع ثاني بس أنا قصدنا ذوات ذوات عاقلة واحد اسمه ميكائيل مثلا ومو معنى أنه ملك نفرض صار انفجار نووي في الكرة الأرضية الآن وما بقي من البشر بس إذن جن دونالد ترامب ويسويها ما بقي منهم إلا ميت واحد مثلا وجهل طلعوا بس أدركوا أشياء يعني أدركوا أشياء ثم بدأ البشر من جديد يدونون ويبحثون ويتعلمون من جديد رجعوا من جديد إلى جاهلية الجهلاء يعني وإذا بهم يكتشفون يقولون هاي شون هاي أسماء جبرائيل وميكائيل من أسماء البشر فإذا طلع لهم واحد باقي يقول يا عمي هذولة بالأصل تركانوا ملائكة يقول لا هذه خرافات هاي من أسماء البشر هذا نفس المنطق الذي الآن يقول يقول أنه قابيل وهابيل وجدنا أن هذه الأسماء في أسماء الجن فإذا خرافة أن يكون هذان الإسمان لابني آدم عليه السلام نقول لا ليش المنافات على فرض أنك وجدت هذين الإسمين من أسماء الجن شن المانع أنه هناك جن قد سموا أبناءهم وأفرادهم باسمي ابني آدم عليه السلام حتى شوفوا اسم إسماعيل مثلا إسماعيل الآن المنصرف هو من؟ النبي إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهما وآلهما السلام ولكن ستكتشفون إذا بحثتم جيدا في الروايات الشريفة أنه اسم إسماعيل اسم واحد من الملائكة وهو من رؤساء الملائكة أيضا هناك ملك في السماء اسمه إسماعيل فلعل إبراهيم الذي يستلم أحسنتم يستلم الكتب ممن؟ يستلم التقارير بالمناسبة أنت يوميا ينكتب تقريرك يدزول وين؟ الشعب الخامسة يدزول عرفت شلون حتى يراوك شغل الله هناك بعد إذا ما ماشي عدل أولا اللي يكتب ترهم بالمناسبة المشهور اثنان ملك اليمين وملك الشمال لكن في الحقيقة الروايات تتوسع وتذكر أن الإنسان محيط به دائما عشرة من الملائكة عشرة هذان رأسان وملك اليمين أمير على ملك الشمال يعني أمير هؤلاء العشرة هو هذا الملك الذي على اليمين زين ذولا يوميا يكتبون التقرير مو يوميا بعد لا في كل يوم وفي كل ليلة وأكو شفتين يعني ورديتين ناس أحسنتم ملائكة تصعد ملائكة تنزل الشفت الأول إنجاز التعبير هؤلاء ملائكة ينزلون مع صلاة الصبح يجون يسلمون المهمة يحصون عليك يكتبون كل التقارير إلى المغرب بعدين هم يصعدون يجي غيرهم ملائكة الليل هؤلاء يأتون يكتبون من المغرب إلى طلوع الفجر يكتبون عليك تمام هذولا كلهم يرفعون التقارير إلى من إلى إسماعيل عليه السلام ملك من رؤساء الملائكة كل التقارير توصل عنده يخلوها عنده على الميز يشوف هذا فلان شم سوي شم شفص شم هبب شم سوي بعد شوف انت شم صخم عليكم والسلام ورحمة الله وهكذا فديروا بالكم يعني ديروا بالكم حتى بالروايات ترى بالمناسبة شو هذا من رحمة الله عز وجل الله مأدب ملائكته على الشفقة على الرحمة أنه العبد إذا هم بالمعصية ملك الشمال يريد يكتبها ملك اليمين يقول له لا أصبر انتظر انتظر البث لعله يعني يقلع عنها خلي نشوف إذا ما أقلع عنها ارتكب هم يريد يكتبها يقول له لا أصبر يمكن يتوب والله يتوب عليه ليش نفضحه ونسجلها عليه بعد نقطة سوداء على صحيفة يوم القيامة شوية أصبر يعطيه الله العالم مش قد روايات تقول ساعات تقدر عدد الساعات الله العالم طبعا الساعات مو يعني هاي الساعات هذا خطأ شاء عند الناس الساعة هذه التي عندنا التي هي وحدة زمنية مقسمة إلى ستين دقيقة وكل دقيقة مقسمة إلى ستين ثانية هذا أمر مخترع مو هذه الساعة المقصود بها الساعة في اللسان الروائي والحديثي لا الساعة عند العرب بالأصل فترة من الزمن يمكن لحظات تكون أنتوا سامعين حديث الكساء فما كانت إلا ساعة فما كانت إلا ساعة صحيح حتى يدخل بقية أهل الكساء وإذا تحسبها يصبح خمس ساعات يصير وما طول حديث الكساء خمس ساعات لا المقصود ساعة يعني إيه لحظات هسه يمكن ممكن تكون خمس دقائق عشر دقائق الله العالم شوية أكثر شوية أقل هذه غير مضبوطة ب حد معين فالمهم هسه هذا الإنسان ارتكب نعوذ بالله معصية من المعاصي ملك اليمين هم يقول لملك الشمال أنه إلبث إصبر لعله يتوب ويتوب الله عز وجل عليه فلا نسجل عليه هذه المعصية ولكن إذا أهمل ولم يتوب وأصلا خلاص رايح بعد خلاص يقول ملك اليمين أذنت لك أكتب ويخاطب يخاطب هذا الإنسان العاصي يقول له ويلك أما استحييت منا إحنا موجودين ونشوفك على هذه المعصية ما تستحي منا أنت فضلا عن استحيائك من ربك جل وعلا فالشاهد الآن الأخ الكريم يقول هذا قابيل وهابيل من أسماء الجن وبالتالي هو يعني كأنه ينكر تسمية ابني آدم بهذين الإسمين ويعتبر ذلك من الأساطير أو الخرافات رغم ورود ذلك مستفيضاً بل متواتراً في اللسان الشرعي نقول هذا لا وجه له لأنه بالنتيجة هذا الذي أنت عثرت عليه يبقى من الأمور الظنية ولا تقاوم هذه الأمور ما جاء من الشريعة والدين والمعارف الدينية المقدسة يعني لا يقول بهذا إنسان يحرص على دينه شكراً لكم